المهرجان دائماً بشدنا وحضور دائماً مثل ما شايف في حضور وفي إقبال كبير دائماً اليوم كان في تكريم يعني الموضوع كان تكريم شفنا الأفلام اللي نحن شفناها خلال السنوات السابقة وطبعاً كلها كانت متميزة أعمال متميزة ومناشحة نتأمل من الجهات المانية دائماً أنها تشجع الشباب من تدعي ضيوف من برة ويكون في مشاركات أجنبية مع البحرينية مشا يكون في تنوع أكتر كل السنة أنا بحرص أن يكون موجودة لأنه دائماً منشوف شي جديد والسنة كان التكريم كتير حلو وكتير رائع وكل الشباب اللي أخذوا التكريم حصلوا على التكريم بيستحقوا عن جدارة ألبومي أنا كان فيه بألفين وتسعة وحصل على التاني كان بعد عمر دياب وأليسا وحصل على كتير من الاحتمام الشبابي لأنه كان كتير معتمد على القيتار وعلى الإقعى لحلق بعض الأغاني منتشرة والناس بتحبها أنا من اللي لدي قلبي بأحاسس إنه لا يمكن يوم يعيش بعدي وراني بعيني أحنا أيامي أولاني بعيني أحنا أيامي نساني قلبي بأحاسس إنه لا يمكن يوم يعيش بعدي ومراني بعيني أحلى أيامي نساني جرح اللي كان قبلي أولاني تعيش الحياة التالي نساني أحساني وقلبه دعش على شالي ورداني والتالي الأحلى دنيا وياهوان أولاني أعيش الحياة التالي نساني أحساني وقلبه دعش على شالي ورداني والتالي الأحلى دنيا وياهوان ولا يوم يا حبيبي بعد دع من قلبك وده مش بقدية وقولي أعمل إيه ده كفاية اللي عشته مع حبا وكفاية خلانا حسبي خلاني أعيش الحياة التالي نساني أحساني وقلبه دعش على شالي ورداني والتالي الأحلى دنيا وياهوان هلاني أعيش الحياة التالي نساني أحساني وقلبه دعش على شالي ورداني والتالي الأحلى دنيا وياهوان موسيقى موسيقى دائماً أنا محرص أني أحضر المحرشان لأنه دائماً فيه التجدد وفيه تنوع وماشاء الله فيه حضور كبير دائماً نجتمع بوجوه اجتماعية ووجوه فنية رائعة وفنانين البحرينيين ووجه لنا تحية دائماً نبسط لما نجتمع فيهن وحضورهم بهمنا وبهمنا وجودهم مشان الشباب كمان المخرجين يعني يتعرفوا عليهم أكتر عن قريب ويشتغلوا معهم إن شاء الله بالمستقبل وش كتر حبيت أحس ما حبيت موسيقى 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 من أمنا الغالية يا أمنا الغالية البحرين موسيقى موسيقى